بيروت من أفضل عشر مدن في العالم للسياحة بحسب تقرير أعدته شركة لونلي بلانت لا تتفاجأ فالتقرير هذا كان عام 2009 يومها وعلى الرغم من وضع أمني هش كانت بيروت تسدحم بسياح من كل أنحاء العالم لكن هذا كان عام 2009 اليوم وبعد أربع سنوات وعندما تدخل موقع لونلي بلانت لتبحث عن لبنان يطالعك تحذير من زيارته ودعوة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حال ضرورة التوجه إلى لبنان أما السبب أو الأسباب فيفصلها موقع لونلي بلانت في معرض تحذيره من زيارة لبنان من قطع طريق المطار إلى خطف المواطنين وإشعال الإطارات والأحداث الأمنية المتنقلة ناهيك بتصريحات المسؤولين المدروسة بعمق وكما في لونلي بلانت كذلك في تقرير نشرته مجلة نيويورك تايمز تحت عنوان 46 مكانا للتوجه إليهم عام 2013 كان لبنان الغائب الأكبر لتحل مكانه اسطنبول في المرتبة العاشرة والدار البيضاء في المرتبة الخامسة والأربعين لبنان الذي يقصده محبو التزلج لممارسة هواياتهم في فصل الشتاء ستكون وجهتهم هذا العام روسلند فيما سيتمتع عشاق هروب الشمس على شاطئ بيبلوس بالمشهد نفسه في هاوار بكرواتيا هذا ليست بيروت إنها مدينة فاكس في هنغاريا أوجه الشبه هنا كثير بين المدينتين تمتاز عن بيروت بأنها من المدن التي ينصح بزيارتها هذا العام عام 2009 كان لبنان ينافس ساو فاولو ومكسيكو سيتي وشيكاغو وشانجهاي وغايدها يومها ختمت شركة لونلي بلانت تقريرها عن لبنان على الشكل التالي مواقع أسطورية حصن الضيافة مطبخ مميز وحياة سهر زاخمة ماذا يمكن للسائح أن يطلب أكثر من امتدادات الأزمة السورية إلى التخبط في الأداء الداخلي تكثفت العوامل التي تفقد لبنان جاذبيته لم يتبقى لنا إلا هذه الابتسامة فهل تتحول من سر إلى قارب نجاة؟